السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس درسنا لهذا اليوم في مادة اللغة العربية قاعدة كان وأخواتها بداية كان وأخواتها هي أفعال ناسخة وهي كان صار أصبح ليس أمس ظل وبات إذن هي أفعال وليست حروف أفعال ناسخة هذه الأفعال تدخل على أي جملة؟ الإسمية أم الفعلية؟ تدخل على الجملة الإسمية الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر المبتدأ يكون مرفوع والخبر أيضاً كذلك كان وأخواتها تدخل إذن على الجملة الإسمية ماذا تفعل عند دخولها على الجملة الإسمية؟ هل يبقى المبتدأ كما هو والخبر؟ لنرى يبقى المبتدأ مرفوع إذن المبتدأ يبقى مرفوع ويسمى اسمها يسمى اسم كان أو إحدى أخواتها وتنصب الخبر ويسمى خبرها دعونا نبين ذلك من خلال المثال الهواء عليلن الهواء هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن هذه جملة إسمية بدأت بإسم الهواء إسم نعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم ظاهر على آخره عليلن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم أو تنوين الضم إذن الهواء عليلن جملة اسمية مبتدأ وخبر والمبتدأ مرفوع والخبر كذلك مرفوع الجملة المقابلة لها صار الهواء عليلا لاحظوا الفرق بين الجملتين الجملة الأولى كما ذكرت الهواء عليلن جملة اسمية تكونت من مبتدأ وخبر الجملة الثانية دخلت إحدى أخوات كان وهي صارة صار الهواء عليلا كما ذكرت في بداية الدرس أن كان وأخواتها هي أفعال ناسخة ناقصة ناسخة لأنها تنسخ وتلغي حكم المبتدأ والخبر وناقصة لأنها لا تحتاج إلى فاعل أو فاعل ومفعول به لتمام معناها كما أنها لا تدل على حدث إذن لماذا سميت كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة ناسخة لأنها تنسخ أو تلغي حكم المبتدأ وخبره وناقصة لأنها لا تحتاج إلى فاعل أو فاعل ومفعول به لتمام معناها كما أنها لا تدل على حدث هنا صار إعرابها فعل ماضي ناقص إذن تعرب فعل ماضي ناقص نبني على الفتح الظاهر على آخره الهواء يصبح الإعراب اسم صارة مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها صبقت بصارة عليلاً خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة لاحظوا الفرق بين الجملتين في الإعراب والحركات الإعراب في الجملة الأولى كان مبتدأ وخبر جملة اسمية عندها دخول صارة أو إحدى أخواتها على الجملة أصبحت صارة فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره والهواء أصبح إعرابه اسم صارة مرفوع وعلامة رفعه الضمة والخبر عليلاً خبر صارة منصوب لاحظوا حركة آخره عليلاً تنوين الفتحة أو النصب خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة لدي هنا مجموعة من الأمثلة لكان وأخواتها سنعرف بعضاً منها كان كان الامتحان سهلاً الامتحان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة سهلاً خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح أصبح المؤمنون إخوة أصبح طبعاً من أخوات كان بعدها اسم المؤمنون اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم أضحى أضحت الفتيات سعيدات سعيدات هنا خبر أضحى منصوب وعلامة نصبه تنوين الكسر لماذا؟ أو الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم لأنه جمع مؤنث سالم ظل ظل الصديقان متعاونين الصديقان هنا ظل من أخوات كان الصديقان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا الألف؟ لأنه مثنى متعاونين اسم ظل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وقد شرحنا المثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير وجمع المذكر السالم سابقا ليس ليست الحياة سهلة سهلة خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة صار القمر بدرا صار من أخوات كان بعدها القمر اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضم وبدرا خبر صار منصوب بات الجندي ساهرا بات من أخوات كان الجندي اسم بات مرفوع وساهرا خبر بات منصوب أمسى النسيم عليلا أمسى من أخوات كان النسيم اسم أمسى مرفوع وعليلا خبر أمسى منصوب إذن تدخل كان وأخواتها على الجملة الإسمية فتبقى المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر المبتدأ ويسمى خبرها التدريبات صفحة ثلاثين السؤال الأول ارجع إلى درس الهر والطائر والأرنب واستخرج منه ما ورد فيه من أخوات كان أولا إن كان قولك صدقا فأثبت ذلك ثانيا كان يسكن في أصل شجرة ثالثا ما زال يقدم النصحة رابعا ما زال يقص عليهما قصصه السؤال الثاني استخرج الأفعال الناقصة واسمها وخبرها مما يأتي ألف الجملة الأولى كان وعده مفعولا الفعل الناقص هنا كان اسم كان وعده وخبر كان مفعولا با أصبح الماء عذبا الفعل الناقص أصبح اسم أصبح الماء وخبر أصبح عذبا جيم صار العنب زبيبا صار الفعل الناقص اسم صار العنب وخبر صار زبيبا دال بات وصول المسافر قريبا بات الفعل الناقص اسم بات وصوله وخبر بات قريبا ها ظل الجندي مرابطا على الحدود الفعل الناقص ظل اسم ظل المجاهد وخبر ظل مرابطا السؤال الثالث اضبط أواخر ما تحته خط في الجمل الآتية بمعنى ضع الحركة المناسبة آخر الكلمة ألف كان خالد أول الفائزين بالمسابقة أول سنضع الفتحة لماذا؟ لدينا هنا كان كان بعدها اسم كان خالد اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب إذن أول نضع الفتحة لأنها خبر كان منصوب با بات الكتاب رفيقي بات من أخوات كان اسم بات مرفوع الكتاب إذن الكتاب نضع الضمة لأنها اسم بات مرفوع جيم صار صاحب الفضل محبوبا صار من أخوات كان بعدها صاحب اسم صار واسم صار مرفوع بالضمة إذن نضع الضمة في آخر كلمة صاحب السؤال الرابع أكمل الفراغ في الجمل الآتية بما يناسبها مما بين القوسين ألف بات الصدق فضيلة أم فضيلة أم فضيلة بتنوين الكسر أم الضم أم الفتح بات فعل ماضي ناقص الصدق اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفضيلة خبر بات منصوب إذن أختار فضيلة بتنوين الفتح لأنها خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح با ليست تبذير محمود أم محمود أم محمود ليس من أخوات كان التبذير اسم ليس أين الخبر محمود إذن الخبر منصوب أختار محمود محمود لأنها منصوبة جيم ظلت الأبواب مشرعة الأبواب أم الأبواب أم الأبوابة بالكسرة أم الضمة أم الفتحة ظلت الأبواب لأنها اسم ظلة اسم ظلة مرفوع إذن أختار الأبواب بالضمة السؤال الخامس ضع ثلاثا من أخوات كان في جمل مفيدة من إنشائك أصبح الفساد منتشرا بات الجندي مدربا صارت الحديقة جنة السؤال السادس احدف الفعل الناقص من الجمل الآتية وغير ما يلزم ألف صارت الحديقة نظيفة هنا نحذف صارت ستصبح الجملة تتكون من المبتدأ والخبر والمبتدأ مرفوع والخبر كذلك مرفوع ستصبح الحديقة نظيفة ب كان البرنامج طويلا هنا نحذف كان ستصبح الجملة البرنامج طويل مبتدأ وخبر والمبتدأ مرفوع والخبر كذلك مرفوع بالضمة جيم أمس الفرج قريبا نحذف أمس لأنها من أخوات كان الفرج قريب لاحظوا الفرق بين الجملتين الفرج قريب مبتدأ وخبر طلاب الأعزاء أرجو منكم تدوين الإجابات من السؤال الأول إلى السؤال السادس بشكل كامل وشكرا جزيلا لكم